أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قوله تعالى ألف لام ميم قرأ أبو جعفر بالشكت على حرف التهجي فقرأ هكذا ألف لام ميم وكل القراءتين الله أعلم بالمراد منها من حيث المعنى لكن قراءة الفصل بالشكت يعني أوضح في البيان من أن المرهاد أن هذه اللفظة أو هذه الكلمة إنما تلفظ بأسماء الحروف لا بذواتها ألا ترى الفرق بين ألف لام ميم وألم ترى من حيث النطق من حيث الكتابة واحد فأنت لو كتبت ألم ترى إنما تكتب كما تكتب ألف لام ميم لكن نطقك بألف لام ميم هو ذكرك أو نطقك باسم كل حرف فالحرف الأول اسمه ألف والحرف الثاني اسمه لام والثالث اسمه ميم بينما عند نطقك بألم ترى إنك لا تنطق بأسماء الحروف إنما تنطق بالحروف ذاتها فتقول ألم ترى وهناك تفاصيل طبعا في حروف الهجاء المبدأة أو التي ابتدئت بأوائل سور التسع والعشرين من سور القرآن وابتدئت بأسماء حروف التهجي ولله في ذلك حكمة بالغة أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ويعرفنا ويعلمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين يتغير رسم أو حرف فيكون المعنى ذا قيم يتعدد وصف يحمله يتضمن فيضا من حكم نتعلم دررا من شيخ فالعلم منار للأمم في أول آي قد نزلت قد علم ربك بالقلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر